اصدرت فعاليات مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني بياناً أعربت فيه عن الاستنكار والشجب الشديدين للنهج العدائي الذي دابت عليه قناة الجزيرة القطرية تجاه الشعب البحريني وتالياً نص البيانة نعلن نحن مجموعة من الفعاليات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني بمبلكة البحرين عن استنكارنا وشجبنا الشديدين لما دابت عليه قناة الجزيرة القطرية من محاولات مستميتة ونهج إعلامي عدائي لشعب البحرين بكافة فئاته ومكوناته عبر أعمال بائسة تتخذ من الإعلام ستاراً لشق الصف وضرب النسيج الوطني مضيحين أن السجل الأسود لهذه القناة في تخريب الأوطان ودعم التطرف وتمويل الإرهاب يجعلها قناة مسيسة بامتياز ولذلك فليس غريباً اتباعها خطة ممنهجة لتشويه صورة البحرين تسعى من خلالها إلى بث الإدعاءات والأكاذيب التي تتنافى مع الواقع على الأرض خاصة حول ملف حقوق الإنسان متعمدة تجاهل ما تشهده البحرين من إنجازات شاملة ولهضة حضارية وحضور دولي مشرف في المنظمات الدولية ذات الصلة ومنها عضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان على مدى ثلاث دورات وعلى هذه القناة التي ترعاها دولة قطر أن تعي أن كل هذه المغالطات اليائسة إنما تزيدنا تصميماً ووطنية والوقوف صفاً واحداً خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة من منطلق ما لدينا من مقاومات وثقة في قيادتنا التي نعتز بها ونفتخر بالولاء لها مشددين على أن الحملة المضللة التي تشنها هذه القناة ضد شعب البحرين من خلال ما تنشره من تقارير إعلامية كاذبة تتم بشكل انتقائي بعيد تماماً عن الاحترافية والمهنية الإعلامية متجاهلة قضايا حقوق الإنسان في مواقع ودول بعينها وبالتالي فأن هذه الانتقائية في المعالجة الإعلامية تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمبلكة الأمر الذي لن يزيدنا إلا وحدة وطنية وتماسكاً مجتمعياً حتى نسقط هذه المؤامرة ضد شعبنا والتي تقف ورائها تلك القناة بخطها الإعلامي غير المتزن الذي لا يمت بصلة للشرف الإعلامي ومواثيقه ونشور إلى أن قناة الجزيرة القطرية دابت على العمل ضد شعب البحرين واللعب على إثارة الفتنة الطائفية لكن هذا الشعب وبكافة مكوناته يؤكد أن الأمر عصي عليها فوحدة البحرينيين لن تنال منها تلك الألعيب والمؤامرات الدنيئة ولم تعد تنطلي علينا نحن أهل البحرين إدعاءات المهنية والموضوعية والحياد وأن هذه القناة القطرية تتعمد في أو تعتمد في معلوماتها المشوهة على زمرة ممن يسمون أنفسهم نشطاء يغردون خارج السرب الوطني ولا يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم أي تأثير على الجبهة الداخلية ما يجعلها قناة ومنصة للخوانة عاش الشعب البحريني بوحدته وأصلته وولائه لقيادته ترجمة نانسي قنقر